أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أكد على ما تسخر به مملكة البحرين من كفاءات وخبرات وطنية مصرفية عززت من مكانة القطاع المالي والمصرفي كأحد القطاعات الحيوية الجاذبة للاستثمارات وأشار سموه إلى الحرص على تهيئة كافة المقاومات التي تعزز من تطوير أداء هذا القطاع ليواصل إسهاماته في تعزيز النمو الاقتصادي بما يحقق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر الإقضابية اليوم بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني والسيد خالد إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزية السيدة هالة يتيم رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطنية حيث أعرب سموه عن تهنيئته للسيدة هالة بمناسبة انتخابها رئيسا لمجلس إدارة بنك البحرين الوطني كأول سيدة تتقلد هذا المنصب منذ تأسيس البنك مشيرا سموه إلى دور المرأة البحرينية الحيوي في مسارات التنمية المختلفة وما تحققه من منجزات في القطاع المالي والمصرفي بشكل خاص متمنيا للسيدة هالة التوفيق والنجاح في المضي قدما بتحقيق تطلعات وأهداف بنك البحرين الوطنية وأشار سموه إلى ما تمثله البنوك والمصارف الوطنية والمحلية من أهمية بالغة في تعزيز دور القطاع المالي والمصرفي ضمن القطاعات التنموية المختلفة وضرورة مواصلة تبني المبادرات التي تعزز من تنافسية هذا القطاع بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطنية لواصل تحقيق الأهداف التنموية المنشودة ومن جانبها أعربت السيدة هالة يتيم عن شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يليه سموه من حرص واهتمام بدعم القطاع المالي والمصرفي لواصل تحقيق التطلعات المنشودة منه شاكرة سموه على تهنئته لها وعلى دعمه المستمر للكوادر الوطنية وخلق الفرص النوعية أمامهم ضمن مسارات التنمية المختلفة بالمملكة